وده من الحاجات المهمة جدا معنا على الهاتف أستاذنا الكبير وأستاذ جمال الزهيري المشرف العام على القسم الرياضي بجريدة أخبار اليوم مساء الخير يا فندم وكل سلام حريك طيب مساء نور وزيكة محمد وكل سلام أنت طيب الله يخليه عايزة عرف رأي حضرتك في اللي بيحدث في بعض الصحف وبعض وسائل الإعلام والانتقاد الشديد للنادي الأهلي قبل المواجهة المصيرية أمام الترجي في دورة البطالة الأفرق تمام يا حمد هو دلوقتي طبعا أنا سمعت الإنترو بتاع حضرتك وعندك حق يعني في أنه الصحافة أو الإعلام عموما بيبقى في أوقات كتير يعني سريعة للتقلب يعني يعني ممكن يبقى معك جدا جدا النهاردة وممكن يبقى ضدك تاني يوم هنا لازم نفرق بين نوعين بقى كابتن محمد النوع الأول من الهجوم بيبقى هجوم المحبين يعني واحد بيحب النادي الأهلي قوي وزعلان عليه جدا أنه هو رغم كل الأرقام القياسية اللي حققها النادي الأهلي مع حسام البدري ودي حقيقة فعلا ومحدش يقدر يغير الحكاية دي رغم كلنا مقتنعين بالأرقام اللي حققها كابتن محمد إلا أنه نازع لنا جدا أن النادي الأهلي يختار من الزمالك رغم أنه هو أنها المسابقة في وقت مبكر فجماهير الأهلي والإعلام المؤيد للنادي الأهلي أو المحب للنادي الأهلي كان بيتمنى أنه الأهلي يختم الموسم بفوز على الزمالك طيب أستاذ جمال بس أنا عايز أقدم أحريتك بس حاجة بس ثانية واحد للوقت أنا مؤيد لكلام سيادتك في هذا الأمر بكل شيء يعني بكل شيء ده النوع الأول أنا تكلمت على النوع وأنا برضو عايز أفهم يعني هل للوقت الأهلي الأهلي بصدد مباراة تعتبر مصرية البداية أمام أكبر المنافسين اللي موجود في البطولة مش بس في المجموعة هل هو ده التوقيت الانتقاد بهذا الشكل أنا بتكلم على شكل الانتقاد أنا لسا بقى هكلم حضرتك على النوع الآخر اللي هو بيتصيّد الأحطاء أو بيتصيّد الأحداث اللي هي قد تكون سيئة أو هزيمة أو هزيمتين ويبتدي يشتغل في اتجاه تاني خالص معادي لفرقة النادي الأهلي وهذا أنا بقول أنه ويا ما كنت بأتكلم في الموضوع ده هذا الكلام حتى لو اللي بيهاجم زمال كاوي أو إسماعيل لاوي أنا بضد هذا الكلام لأن النادي الأهلي فيه مهمة وطنية أمام فريق الترجي تنسي الشقيق يعني الأهلي النهاردة محتاج المساندة والمؤذرة من جميع الإعلاميين بصرف النظر عن انتماءاتهم لكن المشكلة أن الانتماءات أحياناً توصلنا المرحلة دلوقتي يا كابسن فاروق بتوصلنا المرحلة أن احنا بنتمنى الشر والهديمة للفريق الآخر يعني إذنك أستاذ جمال أنا دلوقتي وأنا كصاحفي وكلمة بتؤدي إلى التوجه الآن أصبح تقييمي بناء على الحب وكره لا هو هنا بقى دي أنا ما بقولش أن هي صحافة موضوعية دي مش صحافة موضوعية الهجوم بهذا الشكل هو نوع من أنواع العرف العاطفية والنقد عمره ما كان عاطفي النقد يجب أن يكون حتى لو بتنقض أخطاء فريق فأنت بتنقض هذه الأخطاء وبتقول الأخطاء واحد اثنين تلات اربعة ما بتعلقش كل المشاكل أو ما بتغلش الطراب على الفريق أو المدرب اللي يخسر زي ما حدثك قلت يعني حسام البدري على الساحة تقريبا هو المدرب الأول في مصر خلال السنوات الأخيرة ومع ذلك لما الناس بتيجي تختار أفضل مدرب في الموسم مع كل الاحترام للمدربين الآخرين المجتهدين لكن بيجوا يروح مختارين واحد تاني ما هو ده فند مدعنا على إيه بقى؟ يعني هل هو بيتفرج على مسابقات أخرى غير اللي احنا بنتفرج عليها؟ ولا هل الآخرين بيحققوا نتائج نتائج احنا ما بنشوفهاش أو يمكن احنا ما بندراش عنها؟ أنا لو جيت اختار أفضل مدرب هقول أنه أفضل مدرب هو مدرب الفريق البطن بطل الدور آه رقم واحد نعم رقم اثنين ممكن أقول المدرب فلان اللي هو قدر يعني يحقق إنجازات كويسة مع فرقته رغم قلة الإمكانيات رغم الظروف اللي بيمر بها هذا الفريق لكن هنا أنا بكلم هذك على التقييم الموضوعي والتقييم العاطفي التقييم الموضوعي اللي هو بيعتمد على أرقام وإنجازات ونتائج هو ده اللي احنا لازم نقوله وكمان التقييم الموضوعي لما مدرب أو مدرب فريق أو فريق بالكامل يتعرض لكبوة في أحد المباريات أو في إحدى البطولات ده مش معناه أنه هو بقى أسوأ فريق أو أسوأ مدرب طبعا أستاذ يا جمال وهل يحقق أكبر نادي في العالم الدوري والكأس كل سنة لا مش بالضرورة طبعا إذا كان الموضوع كده إذا كان أي فريق في العالم حياخد كل البطولات طب ما ندهانه من الأول ونقض بقى وخلاص لا هو الوضع ما أنا بكلم حددك على إيه إنه هناك أخطاء نعم هناك بعض الأخطاء في مباراتي الزمالك ومباراتي الأسيوطي أيضا ولكن هل ده يعني إن إحنا نرفع الأسلحة والسكاكين عشان نحطم مدرب زي حسام البدري إحنا مش بنقول هنا بقى عشان حسام طيب ولا ابن حلال ولا الكلام ده بس إحنا بنقول عشان حسام البدري بالأرقام عشان شغله أفضل أيوا هو أفضل المدربين المصريين على الساحة وهو اللي قدرت برضه على فكرة يكون فرقة النادي الآلي ويدي بصنته على هذا الفريق ويحصل التجانس اللي هو يخود الفريق لتحقيق البطولات فده كله لابد أن يذكر وكده مرور أو عارضا نقول إنه خسر أف كذا الأسباب إيه لكن يجب أن ينتهي الأمر بسرعة طيب أستاذ جمالة أنا برضه عايز أسأل حضرتك في ناحية التوقيت أنا الآن بصدد أني أبتدي بداية قوية جدا نهائي إلى حد ما بيكون مبكر سيمي فاينال البطولة الماضية كان من أفضل السيمي فاينالات أو نصف النهائي اللي حدث في تاريخ بطولة أفريقيا مواجهة الأهل والتراجي فهذا التوقيت والنادي الأهلي لديه بعض من المشاكل هل يكون النقد بهذا الشكل؟ لا طبعا أنا بقولك أنه النقد يجب أن أولا إذا كان يتكلم عن العيوب الفنية فأهلا به لكن فورا بعد ما تقولي العيوب الفنية يجب أن الأمر لا يتحول إلى مسائل شخصية وإلى انتقاص من قدر المدرب أو الفريق فيجب في الفترة الحالية أنا بتكلم كمان على الصحافة القومية والمواقع الواعية الموضوعية يجب أن هي تؤازر حسام البدري وتؤازر فريق النادي الهالي في المهمة القومية اللي خلي بالك إحنا بقى عندنا موضع في التنوات الأخيرة اللي هي الجهر بالكراهية يعني مثلا زملكاوي أو أهلاوي يتمنى الخير يتمنى الشر للفريق الآخر رغم أنه مش هيلعب معاه يعني في طولة أفريقيا مثلا يجب أن احنا كلنا نتعلم نقطة مهمة جدا أن هذا الفريق وهو فريق النادي الهالي صاحب البطولات العريضة والتاريخ الكبير في مهمة وطنية أمام الترجي الرياضي التونسي طب يا أستاذ جمال أنا برضو أنا بقول لحضرتك لو دخلت أنا راجل المفروض أن أنا الآن في موقع أني صحفي وإعلامي بقدم معلومة إذن المعلومة أولا فيها دخل فيها العواطف إذن لم تقلع يعني مش هتبقى صحيحة لأن الهواء هو اللي بيوصلها كده ما هواش الحقائق بص فيه نوعين من النقد فيه نقد موضوعي ونقد انطباعي وانتناء يعني فيه ناس كانت منتظرة أن يسقط أو يقع النادي الآلي أو ينهزم النادي يعني إذن هناك تربص أنا اللي وصلني هناك تربص من البعض اللي هم عندهم انتماءات شخصية وعندهم أغراض شخصية لكن الوضع الطبيعي للنقد الرياضي اللي احنا اتعلمناه واللي احنا بنحاول نوصله برضو لإخواتنا وأولادنا من الصحفيين الرياضيين هو أنك تفصل حتى في البطولات الأفريقية والبطولات الدولية بين انتماءاتك يعني لما يجي اختيار لعيبة المنتخب وطلع النادي الآلي مثلا له عدد أكبر من اللعيبة وصلا الناس بتهاجم ليه؟ كل واحد حسب انتماء ممكن يجيب أمثلة قبل تكون منطقية ولا واقعية ولا موضوعية ويقول لا ده الناس يقول طب أستاذ جمال احنا ليه سراع في النقد ليه عندنا دايما رد فعل سريع وبيبقى عنيف وبيبقى فيه تشدد إلى حد كبير يعني مثلا لا يحدث يا أستاذ محمد لا يحدث هذا التصرع غير من الناس يا إما ما عندوش الخبرة الكفاية يا إما يعني يا أستاذ جمال يعني مع احترامي أنا ما رددش أسكر أنا معرفش تبتتكلم على مين لا أنا على فكرة ده كذا جريدة وجريدة ما شاء الله يعني لها رواج فيه داخل جمهورية مصر العربية وفي البعض في خارجها أنا لا أتحدث عن شخص وإعلامي بعينه أنا بتكلم على توجه عام أنا بتكلم بشكل عام على ما يجب أن يكون أو الوضع الطبيعي فيه النقد النقد يجب أن يكون هدف وليس هدام يعني يجب أن يكون أنا لما بنقض الحكم مثلا أنا بقول الحكم ده غلط في كذا وكذا وكذا ولكني لا أحمله كل كوارث العالم يعني ما جيش أقول بقى أنه هزيمة الفريق الفلاني بسبب الحكم فقط لكن بقول أن الحكم أخطأ يعني فيه ضرب الجزاء صحيح عمية في المية للنادي الآلي في المباراة الأخيرة نعم مع ذلك انتقدت الحكم وبعين رجعت فورا قلت لأ برضو الآلي لم يكن في يومه الآلي أداءه ما كانش مظبوط قوي لدرجة أنه هو يكتب وكان ممكن يحقق الفوز بمزيد من التنظيم والأداء المنضبط أستاذ جمال أستاذ جمال أستاذ جمال يا عيشة كلا بس شكرا لكم شكرا لكم